تحية طيبة سيدات سادتي من ضريح محمد الخامس بالرباط حيث يترأس أمين المؤمنين صاحب الجالة الملك محمد السادس نصره الله حفلا دينيا إحياء للذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الجالة المغفور له الملك الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه في سنة جمعته ويجسد تخليق هذه الذكرى التي تأتي أياما قليلة قبل الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء مضفرة وذكرى عيد الاستقلال إرادة راسخة للاحتفاء بأبرز محطات تاريخ المملكة والترحم على روح قائد فد وعاهل متبصر قال دفة الأمة لمدة ثمان وثلاثين سنة ترك خلالها بصمته في النصف الثاني من القرن العشرين باختياراته الموفقة وقراراته الحاسمة حقق من خلالها تنمية اقتصادية واجتماعية للمملكة عكستها الإصلاحات العميقة التي قام بها والأوراش الكبرى التي أطلقها حتى أصبح المغرب في مصاف البلدان العصرية والصاعدة والشعب المغربي وهو يخلد الليل الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لا يفخر وهو يشاهد ويلمس جهود وارث سره صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وهو يواصل العمل الدؤوب من أجل ودع المغرب على سكة القرن الحادي والعشرين مع ما يتطلبه ذلك من عصر نس وتحديث عنوانهما الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالته من شمال المملكة إلى جنوبها وتعزيز مغربية الصحراء على الساحة الدولية والنهوذ بالصحراء وجعلها قاطرة للتنمية الإقليمية والقارية محافظا بذلك على مسيرة البناء لاستكمال المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي جعله جلالة الملك حفظه الله عنوان هذه المرحلة من تاريخ الأمة لتكريس مكتسباتها والرقي بمؤسساتها ودعم التقدم الذي تنشده البلاد بما يستجيب الحاجية للمواطنين فقد كان المغفور له الحسن الثاني ملكا عظيما خلد اسمه في صفحاتي تكتب التاريخ لما اذهب ورحوان الحكيم إن كلام للمسلين على صراط المستقيم أعزيم الأعزيز الرحيم لتجل قطعنا وزل آبا وقفا مقافلون لا تحضر على أعترفهم لا يؤمنون إلا جعلنا في أعلاقهم على الميال القالب ومقمحون ولعنا بميال أديم سنة ومقديم سنة ومقديم سنة ورشنا وقفا ملا يسروا وقفا ملا قد يسروا ما سواء العيب لا أعباهم هل تدروا لا يؤمنون إلا ما تدروا ما لتبادك وحاجي وحبانا من غلق فاخشروا بمقبلات خرج الكريم إلا الضرير العزاء والصم ما قدموا وأطراره موسيقى 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 عادوا يا وإلنا وإلنا عزنا في مرطة دينا لادنا وعض الرحمن وصدق المسالون إنها نزل صحة واحدة بينا وجميع الذين محترمون وإنه ولا تضرم لسو شيء وإنه ولا تفزونا إلا ما كنتم تعملون إنها أصحاب الجناز يوم في شريفاكي ونحو وجواجون في ظلال على الله لديهم الغكبون لهم فيها فاكهة ولهم ما ادعون السلام قولا من ربي رحيم ومساجوا لهم عيدوا المجرمون على ما أدربت بأبني هذا من لا تحب الشيطان أن نقولك مده المبين والفدولي هذا صراط مستقبلين وإنه ولا تفزونا تجيب الكثيرا أما لم تكونوا تعقلون هذه الجنة التي كنت تتعلمون وإنه ولا تفزونا بما كنتم تفزونا وإنه ولا تفزونا على العوالي وتفزونا وإنه ولا تشهد وجلوم بما كانوا يمسيبون وللو نشهد وجلوم بما صدعنا حيوين صباح الصراط مدنا نصرون وللو نشهد وجلوم بما كانت من صدعهم وضيهم ولا يرجعون وانا نعاملون لكسور الخطة لما لا تفزونا وما يحلنا الشيء وما يمغينا إنه إلا ذكر وقحان مبين لفدير مكانا حيا ويحق طوله على الكافرين أولا وناخذنا لو ببناء من أسدين ألعاب الأولى ماليكون وحلناها لو فمنها وربوط وما منها يأكلون ولو فيها مناقع ومشاهد أفلا يشكرون وحلنا حرور كل إلهي آلي يجد أنهم يصرون لا يستطيعون نصرهم لنجد المحرور ولا يحزن قولهم إلا أنه ما يسرون وما يعلنون أولا ورسال أننا خطناهم للقز فإذا هو حاسب المبين وحلنا مدى ونسي خطار وحلنا برضي العظام ويارمي ولهي الذي أنشأها أولا ورسال أنه هو بكل رحب عالي الذي جعل لكم من الشجر الخارنة فإذا أنتم منه توقيدون أولا ورسال الذي حرق سلواتي ورطى بقادر على أن يغلق مثلهم فلا وهو أخلاق العليم إنما أطره إذا أقاد الشري أن يقول له كن ما يكون أولا ورسال الذي بيده ملكوت كل شر وإليه جعله صدق الله العظيم أولا ورسال أولا ورسال دائما أبدأ على حبيبك خاري خط كل يا ربي صلي على محمد وعلى سنتنا الأهل والصحب داوي القربي قعب السلام على قبر يفرح حجد والضمران زننا الأهجاد والقيام في الروح لا يلتدى والله ساكنه أقل لفده شعب صديق بمعين عليه بيسك سلام الله طول لامداء وفيتورا فمتين بذلك أقيم صق الملاء من وبغ الحال رب وتقوم والقبال عن فؤال جبد وقرمين والله يسكنكم على فراجسه واجب واخوال جبد ورسال ملا من أمير ونسأل الله فاوزا من نائم قدام لجنة ذات حسن غير مبتنمين بدور خطة حلا أبوابها كرمان وصال داخلها أبواب مبتنمين عزينا يا رب منها أعلى منزلاتهم بلا شميع والإذن أخلاق واشيابي رب منزلنا جميعا وزلامنا وفيعا شامل الفزن البديعا بالحبيل مولاي محمد رب منزلنا وعيدنا منعيم الخالدين واسقهم حوض المعيد عبي الحبيب مولاي محمد رب به ومآله وصحابي وكان بيار وسائر سرحا ومحاقداتك سايد وكمالها وصفاتها الأيام وبالأسناء وقال أداع النار بفضلك عاجلا وعفرنا إلى أسره ربها ولقد وقفت ببام عفو تراجيا لقد ربها ربها رحمة محمد رحا رحا ولا تعدوا فإني لا تجير عباسي وكمخالصي للدار والحال ضاقتك ونقرنا في عقل الله الجوع لأك من القرم يسمع النجوان يا دائما المحروف يا تشفى الملوم عن عامك الملوم نفس الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظم واستجد منا دعانا كرم يا كريم الأمزة يا رب القرم لا أسأل المطفى منك أجدا يا حليم الأنصى رب الحلما فاسمي الاستقراء لأنا دائما يا عظم الأنصى رب القرم بعضة الذي يدعو وها أنا سيدي لأعزك مطررا وأنت سميع فما بيدي حول ولا لي أخيلة سوى أنني لحوى الدعاء السريع فكام ساعة وفرح لاحي لشيطة وقد ارتجاب على الغروب القلور وقد ارتجاب على الغروب وقد ارتجاب على الغروب وترتجاب على الغروب ومبر اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اللهم كن معه وله في حله وترحاله وأصبغ عليه نعمك ظاهرة وباطنة وأفض عليه من ساطع أنوارك وأحضه بفيوضات أسرارك وألبسه اللهم لباس العافية وبوئه المكانة العالية والمنزلة السامية وأقر اللهم عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزر جلالته بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي مولاي رشيد وسائر أسرته الشريفة يا رب العالمين وارحم اللهم جميع من توفيته منا وألحقنا بهم مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين وكريم الختم من مولانا أمير المؤمنين إن الله ملاحك سعود صنوه على النبي يا رب العالمين أتمنوا صنوه علي وسف المسلم الله مصل على سيدنا محمد الفاتح إله بخلصات لما صدقنا حقب حقب هذه يا صراط صقيم وعلى يا رب العظيم ومكار العظيم سبحانه رب العظيم زجعنا السبور وسلام عمو الصديق وحبه الله وحبه الله ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي حمد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل حفلا دينيا بمناسبة حلول الذكر الرابعة والعشرين لوفاة فقيد الأمة المغربية جلالة المغفور الله الحسن الثاني طيب الله ثراه حفل ديني تم خلاله تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح للثناء على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واختتم هذا الحفل برفع كف الدراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد الملك الراحل الحسن الثاني برحمته ويسكنه واسع جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانها على الملك محمد الخامس وينير طريق جلالة الملك محمد السادس نصره الله ويسدد خطاها ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ومواصلة مسيرة النماء من أجل صالح الأمة المغربية والسلم والوفاق الدوليين وبفضل السياسة الحكيمة والمتواصلة لجلالة الملك نصره الله أضحى المغرب منارة بين الدول مغرب حداثي متجدد وملتقى الحضارات بين الشرق والغرب وصلة الوصل بين القارتين الأوروبية والإفريقية هي ذكرى يقف فيها المغاربة بكل إجلال وتقدير أمام المنجزات العظيمة التي حققها الملك الراحل الذي أبان عن عبقرية فذة ونبوغ منقطع نظير إذا تمكن رحمه الله من التأسيس لدولة عصرية وشجع ثقافة السلم في علاقة المملكة بالعالم فكان طيب الله ثراها من عظماء العالم في القرن العشرين مخلفا وراءه إرثا ديبلوماسيا غنيا وزاخرا بالدروس من أجل تكريس مبادئ السلام والوفاق وقد كان رحمه الله رائد المدرسة الحسنية التي تلقى فيها المغاربة دروسا في التشبت بالوطنية الحق وفي التحلي بمبادئ الوسطية والاعتدال فجلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه لم يكن فقط وراء وضع سياسة تنموية ترتكز على مؤسسات قوية وعزرية وقد كان صانع السلم الاجتماعي بالمغرب إلى هنا نودعكم وإلى اللقاء